مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج العقرب لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبقوا من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة طبعا ده هيجا عن طريق الاشتراك وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسبوعيا هيجيلكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك للعقرب العقرب تحديدا من الفترة من يوم 29 حتى يوم 5 من الشهر الجديد شهر ديسمبر 2024 هنتناول في الفيديو اهم الطاقات والتحركات والتوقعات اللي هتبقى وردة معاكم في خلال الفترة وايضا هنتكلم على بعض التحذيرات وبعض النصائح وهنكشف بعض الناس المنفسنا على ذكر الناس المنفسنا يا مورد برج العرب ورد جدا اللي انتوا هتكتشفوا اليومين دول ان في شخص كان بيستغلقوا اذا كان بقى في استغلال عاطفي استغلال مادي استغلال عملي استغلال اجتماعي لكن مش دي اللي انت لازم تفكر فيها عرب انت لازم تفكر اللي انت عرفته ده هتعرف انت تستغله ازاي واحدة واحدة كده الشخص ده هي بيستغلك بيستغل بقى طبطك بيستغل جاد عنتك بيستغل حبك ليه ايا كان اديك عرفت بقى وهتتصدم والكلام ده لكن الفكرة دلوقتي بقى مش اللي انت تسعت الخنقة وانت كنت بتستغلال انت طلعت من ستين في سبعين بل بالعكس الفترة دي فترة مهمة جدا اللي انت ازاي تقعد بهدوء مع نفسك واحدة واحدة تعرف ازاي اللي انت تستغل اللي انت عرفت تستغل اللي انت عرفت هتستغله بقى ازاي لصفك او لصفك يا مولد الحقرب تلاتين يوم تسعة وعشر وتلاتين اخر يومين في الشهر هتبقى الطاقة عندك قوية جدا بسبب تحرك الامر على برجك تحرك الامر وتواجده هيبقى في منطقة مهمة ليك بالنسبة للتحديات اللي مواجهك ده اللي انت محتاجه بالضبط في الوقت ده ان يكون فيه تحركات نجوم وكوكبية مدعمك تدعمك تواجد الامر هنا هيخليك يعني قابلية اللي انت تقصر الدنيا من حولك طالما انت على حق هتتلاقى نفسك ثقتك وكلمتك هتبقى مؤثرة هتتلاقى علاقاتك هتهتم اللي انت كلمتك القلوة والاخيرة هتتلاقى ايضا يعني انت مهيق نفسك اللي انت قد الظروف والتحديات اللي ممكن تقابلك يمكن الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مقاملكم في الفترة هم نقطتين العصبية الزيادة وحساس زيادة عن اللزوم يعني اخر يومين دول خلي بالكم ان العصبية الزيادة وانك تكون حساس زيادة عن اللزوم هيبقى عالين شوية فده حاولك باقصى ما يمكن تعني بلاش اندفع فرد فعلك في اليومين دول طيب بالنسبة للامور العملية او العمور اللي انت يعني مثلا بتشتغلها او امور بتقضيها بتقضيها في الفترة دي هتلاقي نفسك مركز اكتر اللي انت تشتغل فردي من دماغك حتى لو كنت في وسط مجموعة بل بالعكس اللي يعني التحركات بتساعدك ان اللي انت تشتغل من دماغك هيطلع بالنفاية هيطلع بالنفاية الجميلة العقد بتاعها هيخينك فالطلقات هتبقى من ظهرك وده هيبقى مساعدك تعالوا بقى ليجي على اهم ثلاثة يام او يومين هيبقى معاكم يا مولد العقرب وهي بداية شهر الجديد هتبقى دخلة جميلة قوية جدا في امور عمل ومال بل بالعكس ده الاساس عنوان الفيديو انا كاتب انت على اعتاب حصيدة مالية رغم انف الحاقدين ده عنوان الفيديو هيبقى اساسا على اعتاب حصيدة مالية على اعتاب حصيدة مالية لان التحركات هتبقى جميلة اجتمال او معنى صح امر جديد هيبقى متواجد على برج الكوس تواجد الامر الجديد ده يعني هتبقى تجديد لطاقات مالية لأعمال لنواة مالية استثمارات اذا كانت عمل تجاري او اذا كانت عمل فردي ان شاء الله هتبقى اعتقاد جميلة قوية في صفكم وغالبا هتسمع اخبار جميلة خاصة بالامور المالية من اوائل يومين الشهر اللي انتو تبدأوا الشهر كده باذن الله باخبار خير حلوة جميلة هتبقى خاصة بامور المال نيجي بقى على تحرك الامر في اليومين اللي بعد كده او تلاتة ايام اللي بتبقى يوم تلاتة واربعة وخمسة تلاتة واربعة وخمسة من شهر ديسمبر الفين اربعة وعشرين التقاط اللي هتبقى متواجدة اليومين دول عنوانها كالآتي ولا صاحبي ولا ابن عمي لهو بالبلد كده يعني انت خلاص ولا هتقتنع ان في حاجة اسمها صاحب زي اخويا ولا هتقتنع ده ابن عم ولا قريب يعني ولا اللي بيعمل لنفسك اخ ولا اللي فاكر نفسه فعلا قريبك هتكتشف اكتر واكتر لان انت يمكن انت شافتها الفترات السابقة كتير جدا يا عقرب هتكتشف اكتر واكتر ان انت اهم حاجة نفسك ومصلحتك ومن حولك وارد جدا ايضا في خلال الفترة هتبقى فيه علاقات مع الاخوة والاقارب فيه اعداد هتحدث يمكن عند البعض هتبقى خاصة بامور قديمة ماضية هتبدأ تتعاد تاني مرة اخرى يمكن تسويات مراس عند البعض الاخر لكن ايضا فيه فترة جميلة جدا للتصالح مع الاخوات يعني التحركات هنا بتدعم الاعداد الحلوة اللي ممكن التصالح حاجة حصلت سابقا في امور مع الاخوة بالنسبة يعني علاقاتك الروتينية ليه علاقات اللي بتقابلها يوميا في خلال اليومين دول التحرك ده او الوقت ده غالبا ممكن يورد بعض المشاكل ما بينك وما بين الناس انت تتعامل معهم مترارة دورية لذلك ايضا زي ما نعنويت من شوية حزاري من الاندفاع حزاري من ان انت يعني تبقى مندفع تبقى تقطق حساس زيادة عن اللزوم والحاجات دي لاني غالبا التأثير ده هيكمل معانا لليومين دول اربعة وخمسة شهر ديسمبر وساعتها الامر هيبقى مصلة ضوءه على علاقاتك مع الناس المقربين او الناس اللي بتتعامل معهم بطريقة دورية وارد جدا على ايضا الاسبوع الاولاني من هذا الشهر اللي انت هتبدأ تهتم بتفاصيل امور سفرية قصرة الاجل سفرية قصرة الاجل اللي المقصود بيها اذا كانت سفر خاص بعمل سفر خاص بتجديد علاقات صفقات او مثلا حتى لو كانت سفرية يعني المتعة سفرية غير جو وارد جدا اللي انت هتبدأ تبص الموضوع او حاجة زي كده او باب زي كده هيظهر اليومين القادمين واخر حاجة هنتكلم فيها وهي تأكد ان في الفترة دي خلي في مرونة في القرارات يعني لو فيه مثلا قعدة مهمة بقرارات عائلية او قعدة بخاصة بيئة العمل لازم تكون في الفترة دي المرونة هتبقى في صفق خلي في مرونة لان التعامل بالمرونة في الامور المؤسرة هيبقى لها عائد جميل ليكم يا موليد العرب في موليد العرب زي ما احنا قلنا على اعتاب حصيدة مالية رغم ان في الحاكرين ان شاء الله الفترة هتبقى فيها خير في امور مالية بالرغم ان تبقى في ناس من نفسنا لكن ان شاء الله هتعرف تعدي من عليهم ان شاء الله حتى لو اكتشفت استغلالهم ليك هتعرف ازاي تستغل ده لصفك وطبعا اهم نصيحة واخر نصيحة هننهي بيها الفيديو بتاع النهاردة وهي تفاقلوا بالخير تجدوا وان شاء الله هتبقى فترة خير عليكم يا موليد العرب وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى اتنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ومحتوى القناة اعجب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعالف سلام